عمر بن الخطاب الاسم الكامل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح كان من بني عدي بن كعب وهي إحدى عشائر قريش ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشر عاما كان طويل القامة ضخم الجسم بعد أن أسلم عمر بن الخطاب وهو في الثلاثين من عمره أصبح مؤيدا قويا للمسلمين قدم النبي صلى الله عليه وسلم له الدعاء ليهديه واعتنق الإسلام في السنة السادسة من بعثة النبي تعرض للاضطهاد من قبل المشركين وقاتلهم وقاتلوه كان عمر بن الخطاب معروفا في الجاهلية بفصاحته وشجاعته وبعد إسلامه اشتهر بالقوة والهيبة والزهد والتقشف والعدل والرحمة وكان يتمتع بالعلم والفقه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة وسبعة وثلاثين حديثا ووافقه القرآن في عدة آراء اقترحها على النبي وقد وصفه النبي بالعبقري وأمر أصحابه بأن يأخذوا منه العبرة والاقتداء به أثناء فترة انخلافته أظهر عمر بن الخطاب مهارة في السياسة والحزم والتدبير نظم الإدارة والمالية ووضع خططا للفتح وسياسة الأراضي المفتوحة كان يهتم بمصالح المسلمين ويسعى لإقامة العدل في البلاد كان يستخدم الشورى في اتخاذ القرارات وكان يحاسب الولاة بدقة وعدل قد استمرت خلافته لمدة عشر سنوات حتى تم اغتياله في العام ثلاثة وعشرون هجرية على يد أحد الخوارج المتطرفين عمر بن الخطاب يعتبر واحدا من أعظم الصحابة وأبرز الشخصيات في تاريخ الإسلام وقد ترك تأثيرا عميقا على المجتمع المسلم وعلى القرارات السياسية والقانونية في العهد الإسلامي المبكر كان يعرف بعدله وقوته وشجاعته وكان يحظى بتقدير الناس لحزمه وقوته في فرض العدل وتطبيق الشريعة